الفساد المتراكم الذي يعانيه العراق منذ سنوات لم يدع ميدانا من ميادين الحياة إلا وترك ظلاله القاتمة فيها وملفه الكهرباء من أوضح الملفات التي تثبت حجم الظلم الذي يقع على العراقيين ومقدار النهب والسرقة التي يتعرضون لها انقطاع التيار الكهربائي أو غيابه بالكامل بات أمرا معتادا عليه في صيف العراق اللاهب فكيف إذا كان هذا الصيف في مخيمات النزوح التي تفتقر أصلا للكثير من ضروريات الحياة ومخيم الكيلو الثمانية عشر غربي الرمادي بمحافظة الأنبار واحد من هذه المخيمات والله كهرباء نعاني منها يعني ماك كهرباء سجهاننا نطلعهم بره يعني من ضيم الكهرباء يعني من تطفل وطنية مولد هم تعباني يعطلوها الوطنية يعني ما شغلتنا حال بالكهرباء موزينة يعني والله نعاني منها يعني نشوف أطفال ناسة بالليل نطلعهم بره من الحر درسة الحرارة تدري قاعدين بكرافونات كرافونات تطفلنا المبردة ينتهي والله يصير حار حيالي حار هاي أطفالنا طلعناهم يعني الكرافونات قد حار نار ما ينسكن طلعنا طفالنا يتشتمونها هوتا يجون يحتجون الكهرباء ساعة ساعتين تطفي إلى خمس ساعات أربع ساعات ماكو والمولد ماكو حد لان لا مولدش مولد عندنا هنا تعبان المعاناة الصفر والناشد يعني على كهرباء الناشد على الموضوع هذا خدمات الدولة تقدمنا أي شيء ما حد ناظر علينا يخرج هؤلاء الأطفال للعب ليلا خارج الكرافونات التي تتحول إلى أفران بمجرد انقطاع التيار الكهربائي لعلهم لا يعرفون عالما غير هذا العالم الذي ولدوا فيه منذ سنوات وما زالوا مرتهنين له على الرغم من حجم الإهمال الذي يتعرضون له ونحن نعزحين لا مدارس لا مراكز صحية لا موجود خدمات موجود بس الناشد يعني الناشد يريد مستوصف يريد مدارس هنا يريد حتى مي ماكو يعني نعاني من شغلة المي والمدارس هكذا يداوي النازحون جراحاتهم تذهب مناشداتهم أدراج الرياح في وقت يواصل السياسيون المتاجرة بهم لتحقيق أغراضهم ومصالحهم الفاسدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر